السلام عليكم لأول مرة في السلطنة انتخاب أعضاء المجالس البلدية راح يكون عن طريق الهاتف الذكي سواء كان هاتفك من نوع الآيفون أو الأندرويد ابحث في متجرة تطبيقات عن تطبيق انتخب في نتائج البحث بتلقى تطبيقين يهم منك التطبيق الأول انتخب اللي من خلاله راح تقدر تصوت التطبيق الثاني هو انتخاب اللي فيه قوائم الناخبين والمرشحين وأيضا ساحة حوارية وطبعا متابعة الفرز والنتائج نفتح تطبيق انتخب ونبدأ بخطوات التجيل في البداية راح يطلبك أنك تصور بطاقتك الشخصية ولازم تتأكد أنها سهرية المفعول راح يطلبك أنك تصورها من الأمام والخلف فتأكد أن الإضاءة اللي حواليك تكون ممتازة بعدها راح يقولك جيب البطاقة وخليها على مستشعر الـ NFC في الهاتف بعد الانتهاء راح يقولك حط الكاميرا الأمامية على وجهك داخل الدائرة ولا تتحرك بعدها اضغط على زر التصوير اتبع الخطوات في الشاشة الحين يقولي حرك الوجه للأسفل بكذا تمت مصادقة البيانات الحين نضغط على متابعة للعلم اللي ما مقيد في السجل الانتخابي ما راح يقدر يصوت في يوم الانتخابات علشان تصوت اضغط البدء بالتصويت بعدها راح يطلبك تاخذ صورة مرة ثانية لوجهك لتأكيد الهوية على حسب الولاية المقيد فيها راح تطلع لقائمة المرشحين اضغط على صورة العضو المناسب وبعدها اكد التصويت وبكذا راح تتم عملية التصويت لكن لو تريد تشوف النتائج اتناقش او انك تشوف قائمة المرشحين قبل التصويت تطبيق انتخاب في التفاصيل اللي تحتاجها نضغط على قوائم الناخبين والمرشحين علشان نشوفهم المرشحين هنا نختار المحافظة بعدها الولاية وراح تطلعنا القائمة ولو حبيت تشارك ارائك وتشوف اراء الاخرين تقدر تدخل على الساحة الحوارية علشان نشوف النتائج والحصائيات راح تلقوها في هذا القسم بالتوفيق للجميع شكرا للمتابعة اشوفكم في حلقة القادمة شكرا للمتابعة